وللحديث عن الذكرى الثامنة لاحتلال ميليشيا الحوثي للعاصمة صنعاء والانقلاب على ثورة فبراير ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا المحلل السياسي اليمني توفيق حميدي أهلا بك سيد توفيق معنا يعني بداية ثماني سنوات على انقلاب ميليشيا الحوثي على ثورة الشباب ثورة فبراير كيف تبدو أو يبدو اليمن اليوم بعد هذه السنوات التي استولت فيها ميليشيا الحوثي على السلطة في اليمن؟ تفضل مساء الخير أخي الكريم لك ولجميع مشاهدي قناتكم وشكرا جزيلا على اهتمامكم بموضوع الملف اليمني والحقيقة أن انقلاب جماعة الحوثي على المؤسسات الحكومية في الواحد والعشرين من سبتمبر شكل قريمة كبرى فتحت كل أنواع الشرور على اليمنيين ما أتى بعد ذلك خلال ثمان سنوات من انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان أو الانهيال الاقتصادي أو تدمير البناء السياسية والحوامل السياسية أو تفكيك المجتمع وروابط الاجتماعية أو تغريد الثقافية هذه كله نتيجة لهذه القريمة الكبرى عندما سقطت الدولة من قبل جماعة أتت من خارج الدولة أصلاً وبالتالي حدث لليمن دخلت اليمن في نفق مظلم للأسف الشديد أصبحت اليمن اليوم مهددة على مستوى الجغرافية ومهددة حتى على مستوى الكيان القانوني للدولة للأسف الشديد وبالتالي هي قريمة العصر إلى أجاز التعبير التي لن ينساها اليمنيون ولن تغفر لهذه القماعة حتى تستعاد الدولة اليمنية بإرادة شعبية حقيقية نعم سيد توفيق ميليشيا الحوثي بررت انقلابها بحالة سيولة التي كان يشهدها اليمن في مفاصل الدولة أسأل هنا ألا ترى أن هذا المبرر حقيقة يعيشها اليمنيون وحتى الثوار؟ لا هذا مبرر اليوم غير دقيق وغير حقيقي وغير واقي اليمن في ذلك الوقت كان هناك ثورة شبابية جميع فرقاء اليمن ذهبوا إلى حالة حوار سياسي أفضل هذا الحوار إلا ما سمي مخرجة الحوار الوطني كانت جماعة الحوثي ممثلة في هذا الحوار وكان اليمنيون انتقلوا إلى الخطوة التي تليها كتابة دستور المرحلة الانتقالية ثم ليستفتاء عليه واختيار سلطة سياسية جديدة بمعنى اليمنيون كانوا على أعتاب مرحلة سياسية تؤسس المستقبل جديد لكن جماعة الحوثي وأطراف إقليمية للأسف الشديد كانت تعدى العدلة لهذه الكارثة لهذا الانقلاب وبالتالي اليوم اليمنيون يسمونها نكبة الألف بمعنى اليوم جماعة الحوثي دخلت كما تقول العاصمة الصنعاء من أجل ارتفاع سعر النفط مقابل ألف ريال اليوم سعر النفط ارتفع للمقارب عشرين ألف ريال بمعنى كل هذه المبررات هي من أجل الخداع ومن أجل أن يكذبون على الناس لكن الحقيقة أن جماعة الحوثي من خلفها أطراف إقليمية ودولية كانت تعد تماما لهذا الانقلاب الذي يبدو اليوم واضح تقلياته من خلال الانقسامات الميليشية في الشمال وفي الجنوب وفي إحادة تفتت التي تشهدها اليمن لازم الشديد نعم سيتوفيق حتى لا نقف كثيرا على أبواب الماضي هل ترى أن الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي اليوم هل ترى أنه يقوم بما يلزم لإعادة الأمور إلى نصابها والإطاحة بالانقلاب بحسب اعتقادكم اليوم مجلس القيادة الرئيسي هو يمثل أطراف الخارج ويمثل أطراف عسكرية موجودة على الأرض هذا المجلس اليوم لا يمتلك قراره لا يمتلك حتى قرار سفره من المحافظة إلى أخرى أو من دولة إلى أخرى هذا هو بالنهاية يمثل أطراف إقليمية هذا المجلس لا يمثل تماما الإرادة الشعبية للأسف الشديد اليوم أنا باعتقاد اليمنيون قادرون على التحرر من هذا الاحتلال قادرون على استعادة الدم تستعيد القرار اليمني متما أمتلك اليمنيون إرادتهم للأسف الشديد اليوم الموجودين على الأرض القوى الموجودة على الأرض هي أشبه بلعبة عرائش تحركها آياد في الخارج هذه الآياد لا تريد لليمن أن يستقر لا تريد لليمنين أن يلتقوا لا تريد للشرعية حتى أن تنتصر للأسف الشديد وبالتالي المجلس الرئاسي منذ إقادة منذ إقادة لم يلمس المواطن فيه شيئا إيجابيا أو تفاؤليا بل أعضاء المجلس اليوم صاروا مفرقين وخاصة من بعد أحداث صعدة ولم يلتقوا بما نشهد خلال الأيام القادمة والعشر القادمة ربما نشهد وثيقة قديدة للتصالح بين أعضاء المجلس الرئاسي هناك في اليمن حالة لا يمكن للإنسان أن يستوعبها تماما نوع من العبث بهذه الأمة بهذه الإرادة الشعبية والسياسية على حد سوى هل ترى أن المجتمع الدولي في ظل الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي من قتل واختطاف وقصف للمدنيين يتواصل هل ترى أن المجتمع الدولي قادر على أخذ خطوات جديدة لوقف مثل هذه الانتهاكات المتواصلة؟ المجتمع الدولي اليوم مجغول بنفسه مجغول بطاقته مجغول بأمنه اليوم لا يمكن أن تتوقف هذه الانتهاكات إلا بإرادة اليمنين اليوم الكرة الحقيقية اليوم بيد اليمنين استقبل بيد اليمنين المحاسبة بيد اليمنين متى ملتقى اليمنين وقرروا رسم عالم المستقبل سواء هذه الحالة ستنتهي إما بحالة عسكرية ناجزة أو بحالة سياسية توافقية أما أن ينظر المجتمع الدولي المجتمع الدولي بالنهاية لديه مصالح وله مشاغل اليوم ثمان سنوات ماذا قدم المجتمع الدولي لليمن؟ لم يقدم شيء للأسف الشديد ما زالت جماعة الحوثي تتمدد ما زالت الشرعية تضعف ما زالت الانتهاكات مستمرة وللأسف الشديد كثير مستفيدون من الحالة اليمنية سواء خارج أو في الداخل هناك من يرى أن تراخي المجتمع الدولي تجاه سيطرة ميليشيا الحوثي ناتج على اتفاقه على إنهاء الربيع العربي ودفنه وميليشيا الحوثي هي أحد أدواته تعليقك على هذا بالنهاية فلسفة المجتمع الدولي هي احتواء حالة الصراعات الربيع العربي أو غير الربيع العربي هو بالنهاية حالة سياسية لم ترضى على الأقل المجتمع الدولي شكلت نوع من التهديد لمصالح كما يرى بين قوسين وبالتالي قاء هذا الاحتواء اليوم الأمم المتحدة المؤسسات الأخرى أو التابعة للتحاد الأوروبي أو غيرها من المؤسسات هي كما شاهدت لا توقف حرب هي تحتوي حالة الحرب تحاول أن تدير هذه الحرب أن توجه مسار هذه الحرب حالة الصراع العربي الذي حدثت في العالم العربي أديرت بطريقة معينة إفراغ البلدان العربية من شبابها من طاقة إفرار هذه الصراع تفتيت المجتمعات قتل البنى القوى الحية داخل هذا المجتمع وبالتالي سواء كانت هذه من الجماعة تستغلها هنا أو تستغلها هناك سواء كانت هذه الجماعة مرة حوثية مرة سلفية مرة قهمية مرة لبرالية إلى غير ذلك هناك حالة للأسف الشديد معضلة كبيرة في الوعي العربي المجتمع الدولي اليوم غير قادر أن يفرض عليك أقندة لتدمير بلدك ما لم يكن أنت لديك استعداد لتدمير هذا الوطن من فيننا كنت معنا أبراسكايب المحلل السياسي اليمنى توفيق أحميدي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك